موسيقى كيف ما كتعرفوك طبعا كان هناك ربط طبيعي ما بين كتاع التقافة و كتاع التعليم خاصة في هذا المجال، المجال الكتاب و مجال الكراءة والهدف اليوم من هذا الاتفاق هي بطبع هي فتح الأبواب بطريقة خاصة لمدارس يعني تكون انغبغيك موجهة الأطفال و التلاميذ في إطار الشراكة اللي عادتكم مع وزارة التعليم و لماذا لا؟ غدا الفكرة هو يكون كذلك مكاتب حتى في المدارس اللي كتعرف المملكة على سعيد دولتاني خاصة أنه في بعض المراتين، بالأسف لو لا هذا الاتفاقي و التحرك لا يكون يعني في المستقبل يمكن من قوش جعل الكتاب اللي كانت تكلم عنه فالاجتهاد غادي في هذا المجال خاصة في إطار يعني 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 اللي كان عنفوه على سعيد دولي بالنسبة للتكنولوجيات من حديثة القراءة القراءة المراكمنة إذا قد نسميها بحركة اللي كتعرف واحد يعني وجود بقوة اليوم نعم خاصة تكون لأنها وسطاني سعادية للحياة منجل العالم ولكن في نفس الوقت كنقول قصنا قوي ولكن في نفس الوقت بالتبع القراءة الكلاسيكية يعني العلاقة اللي عند المواطنات المواطنية اللي عند مع الكتاب وبالطبع هاتي يخصن دوم من أجيال ساعدة من عند الأدفال لأنه إلا كانت الأجيال اللي عند الدولة اللي فاتوينة شوية عندهم علاقة طبيعية مع الورق ومع الكتاب أعتقد أن في إثار التطورات لكعرفة العالم هذه العلاقة الطبيعية يمكن ما تبقاش في المستقبل فخصي يكون واحد الاجتعاد بشكون كمبلمانتر ما بين ما هو رقمي وما هو عادي وكلاسيكي ترجمة نانسي قنقر وقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة